لسه مكملين مع سيادة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وكنا بتتكلم في الكورة ومدام بنتكلم بقى في الكورة عايزة أسألك على نصر منسي هداف بدرجة قدير جدا زي ما بيقولوا الراجل كان ماشي هناك بشكل كويس أو في البنك الأهلي راح نادي الزمالك أحد فترة من الفترات لا بيشاركش شوية مصاب شوية ما بيشاركش ربنا قرمه طبعا أما بيشترك برضو بيسجل لنادي الزمالك كلام كتير أن البنك الأهلي برضو يعني بيفكر يرجع نصر منسي حيبتدي يتكلم مع الزمالك فإن نصر منسي فترة اللي جاية يبقى موجود هل الكلام ده صحيح وهل فعلا فيه تفكير في نصر منسي أنه يرجع البنك الأهلي طبعا فيه تفكير أنه يرجع وخاصة أنه كان في فترة من الفترات أيام أسوريو ما كانتش بيشارك خالص فكان فيه يعني يعني كلام أنه هو ممكن يرجع تاني عندنا لما جات الإدارة الجديدة طبعا ده بقى من ضمن الحاجات اللي حتميل فيها بقى يعني الحاجات اللي حتميل فيها الزمالك والزمالك يقول عليك فيها أضبع إنت محاور يعني بسم الله ما شاء الله يعني عمليه مش مقصومة بساك بس وبنصر منسي طبعا قالوا يعني بس لسه نستنى نشوف الإدارة الفنية للفريق لما تشوف الفريق وتشوف احتياجاتها إيه ونقطة الفصل بالنسبة للزمالك في تأديره إنه هو عملية رفع القيد رفع إيقاف القيد يعني لو القيد ترفع الإيقاف بتاعه أصبح عندهم حرية إنه هما يدعمه أعتقد إن الأمور ممكن تبقى أسهل شوية من لو استمر الإيقاف بتاع القيد طيب أنا أكلمك على نصر منسي ونصر منسي سجل مثلا في برامز على ناحية التانية برضو من ضمن الناس اللي سجلت في برامز وراجع بعد غياب سامسون هل فكرتوا في وقت من الأوقات في سامسون بقى موجود في البنك الألي ولكن بالبركات أنا بالنسبة للأجانب يعني على أساس إنه هو الأماكن بتاعتهم اللي بيشغلها بيقلص الفرص بتاعته إنه أنا أجيب حد تاني فدايما الأجناب اللي أنا يعني بنشتغل عليه أو بنشوف إنه هو ممكن ينضم بنكون واسقين مية في المية إنه هو هيفيدني على أساس إنه هو هيشغل لي مكان وأنا قريدي الوقتي عندي يعني ثلاث أماكن مشغولين للأجانب فاضلا عندي مكانين فبنبقى حريصين جدا عندك مين أجانب دلوقتي؟ عندي إصلاح ياقوب وسعيده صنبري وسعيده وسرجعك 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 يعني عندك لسه مكانين عندي مكانين عندي مكانين ممكن في حيانين والله طبعا يعني عشان برضو ما يجعيش بسوى أنت من كلامك وضع أن أنت مش مقتنع يعني ما يجعيش إنه إحنا بنتدخل يعني القرار هيبقى للمدير الفني القرار للمدير الفني هو اللي هيقول لك احتياجاته هو هيقول لي احتياجاته كمراجز وهيقول لي احتياجاته كترشحات لشغل الملاجز اللي هو عايزها آخر سؤال تفضل وده ما ينفعش أخلص الحالة من غير مسأله كريم حسن شحاتة واحد من الشخصيات الجميلة جدا واحد من الناس اللي شطرة في شغلها جدا وجوده كمدير للكورة فترة كبيرة وبعد كده فترة مشي وبعد كده رجع تاني هل فترة الفراغ اللي ما بين انه هو ميشي ورجع هل كان قرار متسرع او خاطئ من مجلس الادارة فان كريم يمشي واكبر دليل على كده ان كان في قرار انه هو يرجع اولا كريم بيؤدي دوره بكل كفاءة ومهنية واخلاص واحنا في الادارة بتاعتنا للفريق وللمنظومة العواطف ما بتدخلش في العقل وفي مصلحة الفريق الحاجة التانية ان كريم ما مشيش كريم لما جيه بابا فاسيليو قلنا له على التشكيل اللي عندنا فقال انا ما بشتغلش بمدير كورة ما بيحبش من الناس اللي ما تحبش مدير كورة ما بيحبش مدير كورة بغض النظر عن مين الشخص اللي بيشغل مديره كورة قال انا ما بشتغلش بمدير كورة فكريم اتحرك من مدير كورة بقى مدير رياضي معانا في النادي اشتغل الفترة دية مع المنظومة بتاعته انا قزي ان هو بعد عن الفرقة يعني بعد عن الفرقة اه بعد عن الفرقة اه وانا قزي عن الفرقة لان هو الشغله يعني هو بيبزل مجهود كبير جدا داخل الفريق وده برضو كان من الاسباب اللي زي ما حيك قلت ان هو بيشتغل بكفاءة ومهنية ويعني كان ان هو تحريكه من الفريق الاول لمكان اخر للجزئية او السبب اللي انا بقول لحيك عليه ان هو بابا فاسيليو انا ما بشتغلش بمدير كورة وانا معايا فلان وفلان وفلان ده الجهاز بتاعي لما الدنيا برضو خلي بالحيك او برضو اول ما جيه بابا فاسيليو قعد اربع خمس مطشوات الدنيا مش ماشية بسط فبعد كده هو يعني هل حد قاله ان مدير الكورة مثلا ليه دور ان هو عنده خبرة في الحتة ديت والتعامل مع المنظومة هو اللي طلب هو اللي طلب هو اللي طلب وده برضو بينفي عملية ان احنا ادخلنا بالزبط كان ممكن احنا نفرده عليه واحنا ده عندنا موجود لكن طبعا كانت حتعمل مشاكل دايما حتت ان انا نفرد على المدير الفني حاجة قال يتدخل يا كبتة البركات وده احنا مش بطبعتنا طبعا وده كل الوقايع بتقولي وانا معاك لان بس سواء في البنك الاهلي او في الاهلي او زماكي او في اي نادي في الدنيا انا علشان كمجلس ادارة اقدر حاسب المدير الفني بطبعت ان انا اعمل له اي مشكلة ولا افرج عليه اي حاجة خلص اسيب له كل حاجة عشان في الاخر اعرف ان انا احزب وده يا ست اللي هو شرفتني ونورتني ونورت المنتده زي ما بقول لحضرتك اول مرة وليه الشرف ولكن انا خلق مش هتبقى اخر مرة شرفت وان شاء الله دايما مع حضرتك بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورت الدين